السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس الفلاتر. هنكمل ان شاء الله اللي بدأناها في الكورس ده. كنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الاسيت والامج وفهمنا ازاي ان نتعامل معها ان شاء الله وفهمنا كمان اننا هنستخدم الاسيت بس في الايكون او الشيء السابت داخل الاب بتاعنا علشان ما يكونش الاب بتاعي تقيل او البرفورمس بتاعه ما يكونش كويس. المحاضرة دي ان شاء الله هنتكلم ونشرح ازاي نعرض الصور بتاعتنا ان شاء الله داخل الاب بتاعنا. علشان اعرض الصور بتاعتي انا لازم استخدم الكونتينر. ده اساسي. طيب هروح هكتب فينه الكود بتاعي. هنزل تحت خالص لحد عند الليستة تايل دي. اللي هي فيها الليلا دي كلها. حاجة كده قبل العلامتين دول. واضغط انتر. حينزلني تحتها بعد ثانية او اتنين يعني كده. طيب احنا قلنا هنستخدم الكونتينر. فبالتالي هقول له كونتينر. لو دغط كنترول مصطرة. مفروض انه هيكملها لهي. كونتينر. واضغط انتر. كده انا داخل خصين الكونتينر. ده باللون الاحمر. وانا لو غيرت اللون كده هنا. مثلا. خليته وعملته كنترول اس. تفتكر هيدهولي نحن. هيدهولي ازرق. ما كنت فاكد انا غلط بس هو تمام. بعم تمام مية في المية ايدهولي ازرق. طيب كده انا اضفت الكونتينر وزبطت الاداء بتاعي. طيب. تعالوا كده نشوف بعض الخصائص اللي موجودة داخل الكونتينر. بصوا. لو انا عايز اعمل مارجن. وركز قوي معايا في اللي هقوله ده. انك هتستخدمه كتير. المارجن بتاعي مسلا. هياخد معاي ايج 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 هقول لها دوت اول. هعملها من تاني. هنست دوت اول. ما يظهر معك كده هتضغط في اي مكان كده هو هتروح معك. اول الفاليو بتاعتي داخل الاول هقول له خدلي عشرة بيكسل. هو المقصود ايه بالمارجن? المارجن ده بيديني مسافات من خارج الكونتينر. الكونتينر الازرق ده. انا عايز ادلوقتي ياخد مسافات يمين وشمال وفق وتحت بمقدار عشرة بيكسل. تعالوا نعمل كنترول اس. ونشوف هياخدها ولا لأ. بالزبط اخد عشرة فوق عشرة تحت عشرة يمين عشرة شمال. طيب ايه تاني ممكن اضيفه من البروبرتز? هضيف مهمة جدا 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 اسمها الديكوريشن. الديكوريشن ديه هتاخد مني بوكس راديوس. هتاخد مني بوكس. الديكوريشن ديه هتاخد مني بوكس ديكوريت. بوكس ديكوريشن. وبداخلها. هتدي له كالر. هياخد مني كالرز. دوت مسلا رد. اركز معايا في اللي هيحصل. وحدي له بوردر. ريديوس. المقصود بالبوردر ريديوس اللي هو بيعمل لي اطراف كده انحناء على على شكل الكونتينر. هورغولك دلوقتي هل بنستخدمه كتير جدا جدا في الصور. طيب البردر ريديوس هياخد معايا برضو بوردر فاليو بوردر ريديوس. والبوردر ريديوس هقول له ضد سيركل. هياخد مني السيركلز هقول له هاتلي تلاتين بوينت سيرو حيس ياخد تلاتين انحناء. طبعا لو شغلت دلوقتي وعملت كنترول اس هيديني ايرور. هقول لك لي دلوقتي. بص الداني الايرور ده. ليه? لان طالما استخدمت الديكوريشن تمام? وديتها لون يبقى لازم اشيل اللون الاساسي اللي هو ده. اللي هو موجود داخل الكونتينر. دي مرحوظة ومهمة جدا. تاني حاجة البوردر ريديوس ما ينفعش استخدمه برا. معلومتين دول عايزك تحفظهم زي اسمك. تعال نعمل كنترول اس. شوف هيشتغل معانا ولا هيعمل ايه? بالزبط اشتغل معايا والداني زي ما انت شايف لانحناء اهو. زي ما انت شايف اهو لانحناءات اللي انت شايفها. طيب تمام كده احنا فهمنا الكونتينر وفهمنا بعض من اللي موجودة داخل الكونتينر. تعالوا بقى ندخل بقى في الشو اللي بتاعنا ونعرض الصور بتاعتنا. الصور بتاعتنا فين? لو انا رحت الملف الاسيتس. في بيك وان اللي هي دي. تمام? طيب. ده اروح لصفحتنا. انا دلوقتي عايز اعرض. فهعمل ايه بقى? هنزل تحت تحت البوردر ريديوس. ده اهو. او ده اهو. هعمل ايه بقى? هضغط انتر. كده انا تحته. حلو جدا. هاخد تشايلد. تشايلد من ايه بقى? تشايلد من كولم. لان انا هعرض اه اعمدة. طيب تشايلد الكولم دهو. هعمل في ايه? هفتح القسين دول. وهنزل. هاخد كمان تشيلدرن. تشيلدرن من ايه? زي ما احنا متعودين ناخد الاكبر من والاصغر من. من ويدجت. وبنقصين دول. هنزل انتر. وهقول له هاخد كنتينر كمان. بداخل الكنتينر دي بقى? انا هعمل ايه? هاخد ارتفاع هاي. هاخد بتاعي. هقول له خد خمسين. يعني نص المسافة. طيب هتقول له الويتس? لا الويتس هو هياخده من الكنتينر الام. الرئيسية. حلو جدا. هقول له الدكوريشن. دكوريشن هياخد مني بوكس دكوريشن. وبداخل القسين بتوع البوكس دكوريشن. انا هضيف ايميج. الامج دي هتاخد دكوريشن ايميج. دكوريشن. ايميج. وبداخل القسين بتوعها. هشيري الكلام ده. وانزل. هقول له يا ايميج. الامج هنا بتاخد منه ايه بقى? است. ايميج. ده الفاليو اللي بتاخدها. الفاليو اللي هي بقصين. هنا بقى انا اقدر احط الامتداد بتاعي. ما بين سنجل كورتيشن فهقول له است اسم الفولدر بتاعي. وبعدين سي وان دوت جي بي جي. تعالوا كده نتاكب بس. اه بيك لا هي بيك وان. الاسم بيك وان. هشيل ده كده. بيك وان دوت جي بي جي. صح كده? تعالوا كده نعمل كنترول اس ونشوفه هيعرض معي الصورة ولا لأ? اه عرضها. بس تعالوا الاول نشيل اللون بتاع البوردر ده عشان ما نقفل لك ده. زي ما انتا شايف ادي العلبة اللي انا حافزها. حلو جدا. طيب. انا دلوقتي شايف اني الصورة اللي انا اخترتها ظهرة في مكان مش لطيف وبحجم مش لطيف. الحل ايه بقى? بص يا سيتي. فهاجي تحت الامج هنا وهقوله. فت. وهضغط انتر وهقوله هتاخد مني بوكس. فت. دوت ايه بقى? عندك كتير. تعالوا نشوف الكونتين كده. ونضغط كنترول اس ونشوف هيظهر لي الصورة ازاي. طيب. مش حلوة بالنسبة لي. تمام جدا. نضغط كنترول اس. زي ما انتا شايف الفل اللي عملها ازاي? طيب. نقول له دوت 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 كوفر. هو بتهاي لدوت كوفر هيكون افضل حاجة. كنترول اس. لا مش افضل حاجة. دوت كنتين كنترول اس. كده انت آآ وصلتك الفكرة وعرفت ازاي تعرض الصورة داخل الابليكيشن بتاعك. موضوع الابعاد والاحكام والليلة دي. هنتناقش فيها المحاضرة اللي جاي لان احنا كمان عايزين نضيف كمان بيانات الصورة. بيانات المنتج ده تحته. بالسعر بتاعه. وبالخصم بتاعه. ونضيف كمان منتجات تانية. كده انت عرفت ازاي تعرض الصورة داخل الاب بتاعك. كل احترافية وكل هدوء. راجع المحاضرة دية. ايه ما بقول راجع المحاضرات بتاعتنا اول باول. وانتظرنا المحاضرة اللي جاي ان شاء الله. علشان نكمل الكورس بتاعنا ومعلومة جديدة داخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.